وفي جوابه عن سؤال حول أحداث الحسيمة نعم تحدثنا عن الموضوع بشكل مباشر وطبيعي ولا يعود لي أن أصدر أحكاما حول موضوع يتعلق بالسياسة الداخلية للمغرب ولكني شعرت بأن جلالة الملك يرى أنه من الطبيعي أن تكون هناك مظاهرات واحتجاجات مشروعة وعادية خاصة أنها مكفولة في إطار القانون الدستوري هنا في المغرب عكس ما هو عليه الأمر في دول أخرى عديدة ومن جهة أخرى فإن جلالته يرغب في حصول تهدئة والتجاوب مع المطالب عبر أجوبة على أرض الواقع من حيث السياسات العمومية وإيجاد حلول للأسباب الحقيقية علما بأن المنطقة هي غالية على قلب جلالة الملك ويعتز بها وتحظى باهتمامه بدليل أنه يقضي بها أوقاتا كما اعتاد على ذلك ويجب أن يتوقع على قلب جلالة المنطقة جلالة المترجمة اشتركوا في القناة